آخر تطورات الأوضاع في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية المحتلة تنضم إلينا الآن من رمالله مراسلة المملكة نهاد إحجازي إذن نهاد تتحدث المصادر الطبية الفلسطينية عن 12 إصابة حتى هذه اللحظة في القدس المحتلة فقط والتالي آخر تطورات في القدس في الضفة أيضا نعم طارق يعني المواجهات لا تزال مستمرة في محيط البلدة القديمة بين الجيش وبين الشبان الفلسطينيين الذين لا زالوا يتجمعون دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك ومحاولة لإيقاف ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتذاء على كل المتواجدين في القدس المحتلة وبالتحديد في منطقتين باب العمود وباب الساهرة قبل قليل كان هناك عراق بالأيدي بين الشبان وقوات الاحتلال وأيضا قام أحد الشبان بدرب أحد الجنود وإلقائه على الأرض وقام الجيش بالجد بالمثل على الشاب ومن ثم اقتدوه إلى جهة غير معروفة كذلك اندلعت مواجهات طارق عندما داخل بعض البلدات وجيش الاحتلال يطلق القنابل الغاز المسيل للدموع وأيضا يستخدم الرصاص المصاطي لتفرقة المتظاهرين في باب الساهرة هناك كما قلت مواجهات بين الجيش والشبان وإصابات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الإحصائية التي يتحدث عنها الهلال الأحمر في مدينة القرس 12 إصابة في محيط البلدة القديمة ولكن هناك أيضا عدد من الإصابات في مناطق الدفة الغربية من هذه المناطق جينين ومدينة نابلس خلال المواجهات الشيخ أكرم صبري طارق خطيب المزيد الأقصى المبارك دعا مجالس العائلات في القدس لحشد طاقاتها وتشكيل لجان شبابية للدفاع عن المدينة والبقاء على استعداد بأي اعتداء غادر من قبل الاحتلال وهناك أرضا نداء من قبل الشبان للخروج يعني للشبان الباقين للتوجه لمحيط البلدة القديمة لمواجهة هذا الاعتداء طيب نهاد اليوم نتحدث عن حجم المشاركة والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإصائية تحديدا في مدينة القدس المحتلة هل نتحدث عن أمور بدأت تهدأ أم تتصاعد وتخف في بعض الأحيان الأمور متباينة حتى هذه اللحظة يعني هي متباينة وفي ذات الوتيرة تقريبا طارق يعني هي عملية رد من قبل الشبان على اعتداء واستفزاز قوات الاحتلال الشبان الفلسطينيون لا يعتدون على الجيش دون أن يكون هناك استفزاز من قبلهم ودون أن يكون هناك نحاول منهم لقمعهم ومنهم حتى من التجمع يعني في منطقة باب العمود نحن شاهدنا بالأمس حديث لأحد الضباط ضباط جيش الاحتلال يقول للشبان المتواجدين على درجات باب العمود بأن يفتعدوا من المكان وبأن هذا المكان ليس مسنوح التجمع به وخاصة أن هناك نقطة للجيش يتمركز بها وطبعا هذا الطلب دائما ما يقابل بالرفض من قبل الشبان بناء على أن هذه الأرض أرضهم وأن وجدهم لا يمكن أن يمنع من قبل المحتل الذي أفضل هو يتواجد في المكان دون وجه حق إذن يعني المواجهات هي تكون بحسب ما يكون رد فعل الاحتلال واعتداءه على الثلسطينيين وحتى قد تكون على المرة الذين لا يشكلون أي خطر عليهم طيب نهاد عندما نتحدث عن الوضع في مدينة القدس المحتلة هل بحسب متبعتك ما تزال هناك الدعوات الشبابية للإصرار بالاستمرار بهذه الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وأنت طرحت موقف من قبل الشيخ عكرم صبري بضرورة مواصلة الوقوف في وجه هذه الهجمة الإسرائيلية المستمرة والمستعرة على مدينة القدس المحتلة نعم بالفعل هناك دعوات من قبل الشباب ومن قبل الحركات الشبابية ومن قبل حتى كما قلنا الشخصيات الرسمية والشخصيات الدينية دعت ليس فقط الشباب بل العائلات المقدسية للتصدي لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هناك من يؤكد من المقدسيين بأن لو لو وقوفهم بهذا الشكل لضاعة القدس ويعني تم الاعتداء بسهولة على المسجد الأقصى ولكن لا يمكن للمقدسيين بحسب ما يؤكدون بأن يتركوا المسجد الأقصى وحيدا أيضا نحن نشهد طارق اعتداء على حراس المسجد الأقصى المبارك وأيضا محاولة لإبعاد المرابطين والمتواجدين داخل المسجد الأقصى يعني إبعادهم قد يكون أمام لجيش الاحتلال ووجودهم يشكل قلق لقوات الاحتلال التي تتواجد عند أبواب المسجد الأقصى المبارك لهذا يصدر عادة أحكام بمنع هؤلاء من التواجد أو حتى الاقتراب من محيط البلدة القديمة وفي بعض الأحيان يمنع من لا يحملون عنوان البلدة القديمة في هويتها من الدخول إلى البلدة القديمة في محاولة للسيطرة على الوضع وعدم دخول ششود كبيرة من السلسطينيين غير فكان البلدة القديمة لها طيب نهاد وأنت تتكلمين الآن نوه للسادة المشاهدين هذه المشاهد المباشرة والحصرية لقناة المملكة من داخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة حيث نشاهد تواجد مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الاحتلال الإسرائيلي وتحويل هذه المنطقة ككل إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية في تلك المنطقة وبالتالي قمع المقدسيين من ممارسة أبسط حقوقهم الدينية في هذا الشهر الفضيل ومن الصلاة في أقدس البقاع في فلسطين المحتلة في منطقة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وتبعنا اليوم خلال الساعات الماضية مشاهدين عمليات القمع والتنكيل الإسرائيلية بحق المصلين في تلك المنطقة ومنعهم من أداء أو إكمال حتى صلاة الترويح في تلك المنطقة إذن نهاد هذه هي سياسة إسرائيلية مستمرة تصاعدت خلال الأيام الماضية ولكن اللي نضع المشاهدين بصورة ما يحدث تحديدا نهاد في شهر رمضان المبارك ما الذي اختلف في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وهي اعتداءات مستمرة منذ عشرات السنوات وليس فقط هذا اليوم ويتصاعد بين فترة وأخرى ولكن ما الذي حدث بالتحديد في شهر رمضان مما أدى إلى هذه الموجة الاحتجاجية وهذه الاشتباكات المستمرة كل ليلة نعم طريق بالتأكيد كما تقول أنت بأن اعتداءات الاحتلال لا تتوقف وليست حكرا على شهر أو غيره لكن في خلال شهر رمضان المبارك الذي يتميز بأنه له نكهة خاصة في مدينة القدس وله نكهة خاصة أيضا في المسجد الأقصى المبارك كل من يستطيع أو يحاول أن يدخل المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك لا يعني يتوانى عن ذلك ولا يترك فرصة لدخول المسجد لأداء الصلاوات فيه في شهر رمضان المبارك وبالتحديد صلاة الترويح التي لها أيضا نكهة خاصة ولها سمة خاصة داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك الاحتلال الإسرائيلي لا يروق له بأن يترك الفلسطينيين في هذا الشهر الكريم بأن يقوم بعبادته وبأداء واجباته الدينية كما يلزم فأول شيء يشدد من إجراءاته الاعتدائية على الفلسطينيين يقوم بمنع العديد من المتوجهين للمسجد الأقصى المبارك وبالتحديد يوم الجمعة يغلق جميع الحواجز وخاصة حاجز فلندية الذي يتوجه من خلاله سكان الضفة الغربية لبخول الكرس يغلق ويمنعهم من الوصول للمدينة المقدسة وأيضا ما زاد الطين بلا كما يقولون اعتداءات المستوطنين في الفترة الأخيرة الذين خرجوا بمسيرات استفزازية حاولوا من خلالها الاعتداء على المقدسيين واستفزازهم وإطلاق الرصاص عليهم والاعتداء على منازلهم وعلى أطفالهم ونسائهم وهم داخل المنازل هذا المشهد لا يمكن أن يسقط عليه المقدسيون ولذلك يردون بشكل واضح وبشكل شرف على اعتداءات الاحتلال أنول طارق بأنه قبل قليل كان هناك نقل عن مسؤول أمن إسرائيل يقول بأنه من المتوقع أن يكون هناك توسع لهذه التظاهرات التي يقوم بها الفلسطينيون وأن تشتعل القدس أكثر مما هي عليه لهذا هناك تأهب من قوات الاحتلال وكما ذكرنا في نشرات صادقة تم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الجيش لدخول المدينة المقدسة ولحاصطها وتحويلها إلى سكنة عسكرية لا يمكن التحرك فيها بسبب هذا العدد الكبير من قوات الاحتلال طبعا وأنت تتكلمين نهاد تبعنا وإياك أيضا والمشاهدين عبر شاشة قناة المملكة هذه المشاهد الحصرية من منطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة في منطقة البلدة القديمة في القدس المحتلة حيث كان هناك عمليات كر وفر في المناوشات المستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي يحول تلك المنطقة منطقة باب العمود إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية مغلقة بدأ أشكرك جزيلا شكر نهاد حجازي